رحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبل ذو المؤتفكات بالخاطيا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقع وإن شقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون دراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم